كانت ليلة مرعبة توقفت عندها عقارب الساعة دقائق الزلزال المعدودة خلفت هذا الدمار في الشمال السوري في بيوت متصدعة أصلا من جراء قصف النظام السوري والميليشيات الإيرانية والطائرات الروسية البيوت وقرى والبلدات من جراء القصف المستمر علينا هي بيوت غير جاهزة وهي مهددة كانت أسير الزلزال كبير علي هناك آلاف المنازل سقطت فوق الساكنية والآخر تصدع الناس لحد الآن في رعب شديد من جراء ما حصل وضع مزلزل وضع يندى له الجبين وتخشعر له الأبدان الوضع الذي صارب جنديرس لا يمكن يوصفه عقل لا هو اسمه الزلزال زلزل القلوب وزلزل العقول الأطفال يعني أنا في عندي أطفال لليوم بشكل تقريبا يعني قاعدين وصافلين يعني ما حكوا أنا ظليت تقريبا خمسة أيام ما بقى عارفش بدي أحكي ستة أيام قضاها الضحايا تحت الركام في صمت أممي اختبره السوريون سابقا فشل فيه المجتمع الدولي بفتح معابر المساعدات لشمال الغربي سوريا بينما يحاول النظام السوري الاستفادة من الأزمة سياسيا واقتصاديا اليوم النظام يحاول الاستفادة من هذه الأزمة سياسيا وكانت له جولات لأول مرة في حلب عما أن حلب محكومة من قبل مليشيا إيران لكن سياسة إيران استوجبت زيارة رأس النظام إلى حلب لكي يظهر بأنه جزء من الحل لكن الحقيقة هو جزء من المشكلة أن نظام اليوم يستفيد من هذه الأزمة يحاول أن يصور بأن عدد كبير من الضحايا في منطقته واحد مات ورجع شلون بدي يكون موقع يعني إحساسه فالناس حاليا نفسياتها ضعيفة ومنتهية يعني الأخ اللي استطاع استطاع بالكاد أنه يأمن لعينته طنجرة وصحن ومعلقة وما بعرف شوه وزبطون هيك عمل حاله مسكين لا أساساً نحن ساكنين ببيوت كله أكل أكل يعني يعني البيوت بأي للسقوط بأي لحظة يعني يعني الطيران أدموا ضرب علينا البيوت بأساساً شن نواق في هيك على بعضها هذا التخاذل الأممي لن يحول يوم السادس من شباط إلى يوم مؤلم في تاريخ السوريين فحسب بل في تاريخ المجتمع الدولي الذي وقف مجدداً عاجزاً أمام روسيا وحق النقد هذا الحق الذي تحول من أداة يفترض أنها داعمة للاستقرار الدولي إلى أداة لتمريل القتل وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية